احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التفاؤل يصنع الحياة ويجعل لها معنى ويبعث في النفس الاستقرار والاطمئنان والسعادة وهذا هو هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والكلمة الطيبة والفأل الحسن هو الفعل الحسن الذي يدخل الصرور على النفس وكذلك الكلمة الطيبة التي يسر بها الإنسان ويسعد بها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويعلمنا عليها أما الله سبحانه وتعالى فيقسم ويخبرنا عن التفاؤل وأن الخير قادم لا محالة بعد العسر فالله سبحانه وتعالى يقول سيجعل الله بعد عسر يسرى ويقول أيضا مؤكدا على ذلك كما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هذا تأكيد أنه والله لن يغلب عسر يسرين أبدا هذا هو التفاؤل الحقيقي وأن الإنسان يتوكل على الله دائما ويتفاؤل الخير فيجده والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهي بن بن سنان الرومي قال عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إذا مسته صراء شكر فكان خيرا له وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن المسلم دائما شكور صبور فهو يصبر في الشدائد ويتفاؤل ويشكر الله دائما على الخير ويفرح به وننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يزرع التفاؤل في المسلمين عندما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يعلن إسلامه كيف جعله النبي صلى الله عليه وسلم يتفاؤل وهو كان ابن سيد قومه يعني متعود على الغنى وعلى غيره وعلى الرفاهية فقال لعلك يا عدي إنما يمنعك عن الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجتهم أي من ضعف المسلمين وفقرهم فوالله ليشكن الله أن يفيض المال فيهم فلا يجد من يأخذه ولعلك ما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليشكن أن تسمع بالمرأة تسير على بعيرها من القادسية حتى تزور بيت الله لا تخاف ولعلك ما يمنعك من الدخول ما تراه من الملك والسلطان في غيرهم فأيم الله لا يشكن أن ترى القصور البيض في أرض بابل قد فتحت عليهم فقال عدي فبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة رأيت القصور البيضاء قد فتحت عليهم ورأيت المرأة تسير على بعيرها حتى تزور بيت الله لا تخاف ورأيت المال يفيض في أيديهم إذن علينا أن نتفائل ونحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى دائما والشاعر يقول ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج فلنتفائل دائما وأبدا ونتوكل على الله في سائر أمور حياتنا اشتركوا في القناة